الكابتن سابت الله يرحمه من اجمل المواقف كابتن خالد لحكولد هو شخصية عظيمة الله يرحمه الله يرحمه انا من الشخصات اللي بحشقها جوانين افضل مدير كورة جيه على فكرة بيحببك يعني ايه الاهل ما يخسرش وعني ايه الرجل وعني ايه ولما يقول لك جملة بتتنفس وازاي يحمي اللعاب الكبير ولليه تاريخ حق ربنا يعني مهم كلمنا على الترفيه انا ما عافش اللي هو كابتن سابت كالليه هيبه لما حد يعدي من جنبه ويلاقي كابتن سابت وتلاقيه مشي بعيده عنه كده انت شانبه كبيره شانبه كبيره اقول لك بقى جميلة جيبة اتصل بي اه بسال خير خلصنا المعسكر ورجعت على اسكندرا عشان ندخل بقى فرقتي عندنا متشاط في الدوري وبالتالي فشادي معي اقول له ايه سابت البطل معك قلت له يا جدا انت هتهرج الواحد تعبين وشعر فيه قال لي بقول لك كابتن سابت البطل معك روح تقافل في وشه انا ما عافش بجدة عملت كده والله العظيم اه والله راح جاي لكان لسه على فكرة كمان الموبايلات داخلة كان ناقا بتفكر احنا ما قول باتت دخلت سبعة وتسعين مش حاول ان هو على الموبايل بس الحربية لنغمة الصامبا فكرة اه زبادي حاجة دي اه وقاركة الكلام مثلا تمانية وتسعين اخر تمانية وتسعين مثلا تسعة وتسعين سبعة وتسعين سبعة وتسعين والله يعني كان لسه داخل كان لسه داخل موبايل صح اه فراح جاي كان لعب اللي بيروح المعسكر معاه موبايل ده يعني عد اه اه انت بقى منتخب قوليمك فجبته موبايل بقى كنت لعيبة بقى معي لعيبة الكبار عملني يبص عليك المهم اه كابتن سابت الله ارحمه قفل قفلت في وشه وخلت كابتن احمد ماري كلمه برضه معرفش اه كنت عافل اللي هو المدرب العام للنادي الاهلي اه وكابتن سابت بسه مش مساد لما تكلم كابتن انا راكست مش معقولة نم الاهلي تكلمه في وقت واحد بالزبط قال لي يا ابني كابتن سابت بيكلمه هو كان دمه خفيف دخل عليا دخلة كده كلها دحفة اه الله يرحمه الله يرحمه فكلمني قال لي استجينة بكرة على طول في نادي النيل وكابتن سابت هيرجع يكلمك تاني عاوزينك بكرة بتاع انت حابب النادي الاهلي بطوله اه طب مين يا حلب النادي اه فروحت مضيت. على طول. على طول. اه. مضيت في نادي اه. نادي النيل. قابلتهم في نادي النيل. اه. بس مضوني في حاجة طبعا القوات المسلحة كان الكابتن احمد اه. اه. مهر. اه مهر على طول هو قاعد هناك. تمام. المهم مفيش غابوا علي يا كابتن خالد. قالوا لي ما تقولش الحد في البيت عندك. والدي الله يرحمه يشوفني. ام. اروح. وانت اخدت موضوع جد جد. اخدت جد. يعني اللي هو يعني شر ما يقولش لابوك حتى. اه مستحيل ما لسه صغير ما عنديش خبرة في الحقيقة ما قلت لهش اي حقلي لو قال حيقول لي صحابه يتعرف نادي الزمانك يخش فوضك بازت مش هينفع تيجده اللي تقلي. طبعا. كلم والدي. ايهو بقاعد قدام عايز اقوله بس مش يا ابني انت فيه عايز تقول حاجة تمام. انا مفيش. المهم اه. مبقى عده شهر اتنين تلاتة فاضل خلاص عالدوري شهرين ما فيش حد بيكلمني من اه. اه. فاندي الزمانك خرجني من معسكر المنتخب. اه اه. وكابتن حلم طولان المدربك. اه. كابتن حلم مستمعي عرفش. اه. ايو يعني كان ممكن يقولك مسلا عايزك في الزمانك. لا ما كلبنش خالص. اه. واه. كابتن ابرجيلا قاعدين بقى في مكان اسمه تارح النيل. اه. قاعدت انا وكابتن ابرجيلا خرجوني من معسكر انا مش عادي في راح فين انا فاكر الاسم اللي كان مكتوب على الورد دخل طرح النيل دخل طرح النيل لقيت كابتن أبورجيلا وكابتن اسماعيل سليم وحد ثالث كان معهم بشانب كده معروف برضو بس انا ناسي الاسم قلت له كابتن أبورجيلا اخدني على جنب الاولى قال لي انت فعلا ماضي في الاولى قلت له الصراحة اوه ماضي بس ما كلمونيش ومش عارف ليه بس ما ينفعش وامضي في حتة تانية انا شفت اتكازة تجربة فمستحيلة كابتن أبورجيلا جاي اسمع ومعرفش اللي انا والله حدا هيكلمه قال لي هنعمللك عقل زيك زي اخواتك ايمن عبدالعزيز وطرح السحيد اعلى حاجة فالمهم ايه قلت له كابتن الصراحة مش انا ماضي في الناديل اصبر لو اشوف لو مش كده اجي امضي الحلقة لكن امضي الناديل دي يا كابتن مستحيل المهم كابتن اسماعيل سليم جاي بعود معاه وعايز يمضيني بأي طريقة فالكابتن مرجلة من وراه تنضيش والله العظيم بس فدي كانت القصة كلها رحت بقى النادي الاهلي طب قعدوا شهرين غيبين عنك فجأة بقى كمين اللي كلمك تنالك تعالى بقى ولا ايو ما انا كلمت كابتن ثابت ايو ما انا كلمت كابتن ثابت انا خرجت من معسكر نادي الزي مالك عدني انت حضراتك انا كأنني مش موجودة انا ما سمعت صوت حضراتك خلص على مدهر ثلاث شهور ونادي الزي مالك خرجنا انا مش عافع عاملين اه قال لي انت مش فهم حاجة احنا متأخرين عشان الكروم عقدك كان خمس تلاف جنيه وتعدل بقى حطوه متين وخمم احنا اساسا في نيتنا هنديهم اكتر عشان تلعيب منتخب ولعب المنتخب ده بيبقى ليه كيمة عندنا اللعيب اللي حتى مدهن هتتعامل زي اللعيبة الكبارة اللي بتاخد اه يعني ما تيجي هتاخد زي ده فئة عندنا انت جاي من برا هتاخد زيهم بس بس فروحت حكيت له اللي حصل بترى انا مردتش هامدي خالص لان انا مضيته وانا مش هعمل كده اه قال لي على اخر السنة خلاص انت موجود معانا لان كده كده عندنا مشكلة وانا عصار حاجبية اللي كابت محمد يوسف مش هيقعد تقريبا راح تركيا فكهتسوبل شافك في مط شمالي وخلاص الموضوع منتهي وعايز تقول لي حد خلاص مدام نادي الزمالك تكلمك وبتاع قول لي والدك براحتك تكلم انت خلاص في النادي الاهلي بس مجرد وقت عارف حكيلي وقعة